إذن ننتقل إلى تيار وميناء نقرأ الهادي إدريس لن نسمح بإلغاء اتفاق سلام جوبا أكد رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس عدم سعيهم لإجراء تعديلات على اتفاق جوبا لسلام من خلال مؤتمر تقييم الاتفاق الذي بدأ أمس الأول وقال إدريس الذي قدم ورقة حول التعريف بمضامين وملامح اتفاق جوبا وتحديات التنفيذ الرئيسة في اليوم الثاني لمؤتمر أمس نريد إنزال الاتفاق لأرض الواقع وأحياء والهدف من الورشة ليس الإلغاء أو التعديل بل تقييم التنفيذ ولن نسمح بإلغاء الاتفاق وأكد استحالة إجراء أي تعديل على وثيقة جوبا دون موافقة الأطراف الموقعة عليه ورأى أن ما يتردده بشأن وجود اتجاه لإلغاء الاتفاق حديث بلا قيمة مبين أنهم أحرصوا الناس على تنفيذه وإنزال بنوده لأصحاب المصلحة إذن نستطهر كثر الحديث عن جهات تسعى لإلغاء اتفاق جوبا السؤال يعني هل هذه المخاوف ربما تكون حقيقية في رأيك؟ لا أعتقد اتفاق سلام جوبا تم برعاية دولية تم في دولة جنوب السودان الاتفاق نفسه مر بصعوبات كبيرة بدليل أنه حتى هذه اللحظة بعد مرور عامين ما زال الناذحين في معسكراته ما زال اللاجئين في دول الجوار لم يتنزل السلام إلى أرض الواقع ربما طبق منه بند السلطة والسرواه بند زي الترتيبات الأمنية يواجه صعوبات جمع حتى الآن في ظل انسحاب اليونيميد قوات حفظ السلامة التي كانت موجودة وعشان كده منشوف صراعات بتشتعل مرة بعد مرة في دارفور وفي النيل الأزرك نعم الهادي إدريس تحدث عنه وأكد أنه لا تعديل ولا إلغاء في ما يخص اتفاق جوبا إذن لماذا الورشة المنعقدة الآن في رأيات؟ إذا كان الاتفاق لن يخضع للتعقيد خصوصا هو هل الاتفاق يحتاج إلى تعقيد أم أن الاتفاق لم يجد الإرادة السياسية الكافية لم يجد الموارد المالية لتنفيذه القائمين عليه حتى هذه اللحظة لم يقوموا بما يجب لإنزال هذا الاتفاق إلى أرض الواقع هنا أقصد السيدات في المعسكرات بتحت النازحين اللي طلعوا من قراءهم ما في عوضة طوعية إشكاليات في التعليم إشكاليات في الصحة إشكاليات في الأمن نفسه فمطلوب تغييم وليس تعديل كيف يغيموا نقاط الضحف فيه وكيف يستفيدوا من نقاط الغوة وكيف تتوفر إرادة سياسية وموارد ليكون هذا الاتفاق كما توقع له وليس كما يحدث الآن نعم لكن ما الإضافة التي ربما تشكلها أو تقدمها الورشة لتنذيل بنود الاتفاق على أرض الواقع في الرئيس أنا أعتقد أن الورشة نفسها الحضور بتاع 70% من مواطني الولايات المتأثرة بالصراع ومتأثرة بالحرب اللي هي ولايات السلام وديلهم أصحاب مصلحة حقيقية يستطيعون أن يقدموا رؤاهم يقدموا فرضياتهم لأنه كيف ينزال السلام الأمر الثاني أن الورشة تمهد للاتصال مع عبدالواحد محمد نور مع عبدالعزيز الحلو الأمر الثالث حس الداعمين الدوليين لتوفير الموارد يعني مثلا أن عملية نزع الألغام حتى هذه اللحظة لم يجرى فيها رغم أنه منصوص عليها الترتيبات الأمنية التي تعدسنا عنها يفترض حسب الاتفاغية أنه يكون في 6 ألف جندي قوات مشتركة من الحركات الموقعة ومن الأيجزة النظامية لم يتوفر إلا ألف جندي بس منهم وانسحب أكتر من 20 ألف جندي بتاعنا اليونيمد عشان كده على أرض الواقع فيش كاليات كبيرة الورشة ربما تجيب على هذه الأسئلة نعم